ألقت الأجهزة الأمنية القبضة على أربعة طلاب مسؤولين عن نشر نماذج امتحان مدتين الاقتصاد والإحصاء بالثانوية العامة عبر الهواتف المحمولة كما تم معاقبة عدد من المشرفين لتقاعسهم في أداء عملهم وتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب لمقار اللجان بهواتفهم المحمولة ورصدت المتابعة تورط الطلاب في نشر عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة عبر تطبيق الواتساب عقب بدء الامتحان حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المذكورين وأدى نحو 595 ألفا و344 من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحانات الدور الأول العام الدراسي 2018-2019 في مدتين الاقتصاد والإحصاء داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية